في مدخلات فيه من دكتور أحمد صباح الوردي دكتور أحمد أهلا بحضرتك صباح النور معكي أنا الدكتور أحمد وأنا سيدالي وعندي سيداليتين في الشرقية تكلمنا بقى عن تجربتك سواء في الرقابة على الأدوية الأدوية اللي بعضها ممكن يكون موجود مخشوش أو حتى الأدوية النقصة اللي ممكن يكون البديل لها مستورة بسعر غالي حضرتك هو دايما يبقى في كل العالم كل استعدادات يبقى فيه أو تفصق آيتين في يعني لازم فيه أدوية بتبقى نقصة فالدي بس بتبقى موضوع نسبي يعني المفروض معدل معين ومش كتير حاليا الأدوية فيه أدوية كتيرة جدا حيوية ومشايل والبديل نقصة طي اللي بقى يا دكتور يعني من خلال المشكلة أساسها إيه هل حضرتك شايف أنه فيه مصانع أدوية في مصر عددها قليل فيه نقص مصانع الأدوية في مصر؟ أنا ليه رأيي أنه ما فيهش أساساً مصانع دوا في مصر دي خطوط إنتاج بتجي من مثلاً يعني اللي عايز أقوله أن المصانع دي بتبقى بتتكلف مليارات إنما معظم المصانع اللي في مصر دي حاجات بتجمع خطوط إنتاج هزايا من شرق أوروبا مستهلكة وأي حد بيعمل دوا اللي أنا عايز أقصده أن الدوا هي سلعة استراتيجية وممكن الواحد يعني لو واحد عايز يختلع عربية فيه ممكن يجيام الأوبشن من الصين أو من الهند يبقى نفس الأوبشن اللي مثلاً أوروبي أو أمريكي بس الكواليتي بتبقى ضعيفة في الدوا ما فيش الكلام دا دكتور أحمد اسمح لنا تفضل معانا على التليفون عشان إحنا معانا في الستوديو دكتور هيسم وممكن يجاوب على المزاقية هذا هو ده نفس الدكتور بيقوله أن احنا عايزين يبقى عندنا صناعة دوا حقيقة بتبدأ من مادة خام حد منتج نهائي لازم المريض يبقى مطمئن أنه زي ما الدكتور أحمد بيقول أنه ما فيش حاجة اسمها جايبينها الجودة بتاعتها يقل لا الدوا دوا يعني ما فيه وبيتحلل وبيترائب وإحنا بقلنا يعني إحنا صناعة الدوا في مصر من التلاتينات تقريبا المرضى المصريين كلهم بيتعالجوا بدوا مصر بس ده كان قبل كده من التلاتينات زي ما حضرتك قلت لا مؤخرا تكتا دهور بشكل كبير جدا لا حضرتك إحنا أول أن نوصل للمريض المعلومة أنه انت حالك بتتعالج بقالك سنين بالدوا المصري يعني الدوا المصري لهو فعال وكويس بالعكس ده أنا عايز أقول لحضرتك أنه رخص سعر الدوا المصري بيخلينا نصدر لبرة الحاجة التانية أنه بيقلل الغش فيه طيب دكتور هيسم دكتور أحمد أشار لنقطة بيقولك إحنا ما عندناش حاجة سمعها مصنع أدوية في مصر ما هو ده اللي إحنا نقصد به صناعة المواد الخام أي حضرتك ذكرته في الأول حاليا محتاجين تقريبا في عدد تسع مصانع مواد خام في السوق الماركت بتاعنا بلاص إن إحنا خليبار حريك إحنا عندنا سوق مفتوح في أفريقيا وعندنا في الشرق الأوسط إن إحنا نقدر نصدر له والسعودية جارتنا عملت مصنع مواد خام يعني في 2013 عما أذكر خلص إحنا بنسبة لنا أمصد يعني لازم دلوقتي واجب علينا إن إحنا نتجه لصناعة المواد الخام أنا عايز بس ألم الحلول بساعة الأدوية النقص طيب قبل بس الجزئية دي أنا نتوجه من جديد لدكتور أحمد الرقابة على الأدوية حضرتك شايفها إزاي في رقابة جيدة بتجيلكم ساعات أدوية مخشوشة وإزاي المواطن العادي يقدر يميزها طبعاً السيدالي لازم بيشتري من مصدر معلومي يعني من الشركات المضطرح بيها من نظر الصحة ما يشتريش الأدوية من مصادر مجهولة في المصدر دي دي نمرة واحد المفترض السيدالي كل دواء موجودة عنده على الرقابة يبقى فيه فاتورة فاتورة الشراء من الموزع أو من المنزل اللي أنا عايز أقوله بس بطرعة النقطة اللي يكتنيني الموضوع الكلام النظري حاجة والعمل حاجة أنا عادت 18 سنة برة فاللي أنا عايز أقولهول حضرتك مفيش دواء في مصر الانتاج المصري دواء عايز أقول موضوع فيه فلزة أول وتاني وتالت مع أن المفترض أن الدواء المصري يضاهي أي منتج تاني في العالم اللي أنا عايز أقولك مفيش إحنا برة نخاف ناخد دواء مصري اسألي حضرتك في تونس في ليبيا ما يستوردوش دواء مصري في السعودية ممكن عشرين دواء مرخص مصري إحنا كسيضة وكأطباء في المستشفيات من الكسف مصري بس داي دكتور أحمد ما كانتش كده يعني زمان كنا بنودي يعني كنا بنغرد الأدوية لدول العربية كل اللي بنصدره دي لدول أفريقية ومعظمها في أطابة ديون معدومة وموضوع سياسي يعني تقريبا زي معونا إنما اللي عايز أقصده لحضرتك إنه آه الموضوع الساحة بتحلل والدواء ده هو زي الدواء دوت الدواء المصري زي المستورد إنما كليميكالي داخل جسم المريض فيه تستس تانية فيه اكتبارات بايو أفري لابنتي حتى في الإنتاج المصري ممكن كو أموكسكلاف أنا طبعا مش هقول أسناء تجارية ولا شركات ممكن عشر شركات مصرية بتنتجوا بتلاقي التريبنيم الأساسي وشركة أو اتنين من الاستثمارية دول بيعمل يعني الدكاترة يعني اللي يتكلم في الدواء لازم يبقى دكتور صيدالي أعطي صيدالية ما هو واحد من وزافة الصحة ولا من نقابة الصياطلة ولا دكتور شكوية الصيدالية طيب دكتور أحمد حضرتك ما عليش بعد إذن حضرتك حضرتك ذكرت إنك قادت 18 سنة برا صح؟ 18 سنة دول كانوا في أنه دولة وهال حضرتك كنت بتمارس العمل الصيدالي في خلال هذه 18 سنة ولاحظت الملحوظات اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ طبعا دلوقتي إحنا بنواجه مرضى يعني اللي بتكلم على نقف الدواء أو الكواليتي بتاعة الأدوية لازم يبقى دكتور في عيادة بيشوف ألاف المرضى في بيبقى عارف الكواليتي الشركة دي ده دوا فعال دوا دوا مش فعال نفس المادة الاختبارات اللي بتتحلل أنا متأكد نعم مضبوطة بس دي اختبارات عملية مش داخل جسم المريض فالكلام العملي إحنا عارفين ده بيعمل دوا دوا كويس وده دوا مش كويس مع الزميل ما بلاش نضحك على نفسنا أنا بنتقد للإصلاح بشل الهدف شكرا جزيلا اللي أنا عايز أقوله بلاش نضحك ونحط رسمها في الزملة الأدوية المصري في الغالب أنا بعممش إنما في أدوية وفي شركات مضبوطة مية المية إنما أنا أنا لو استخدامي شخصي أنا باخد دايما قد مستورة حتى لو هو اكتبار طب ما قلت ليش برضو يا دكتور أحمد حضرتك كنت في قاني دولة في الثمانتاشر سنة ماي برضو في خليج أنا كنت في الخليج في دول الخليج وفي السعادية تمام إحنا اللي أنا عايز أقصده إنه ممكن إزاي نحاول تخزين الدواقات السيباليات معظمها مش مكيمة تصداد حراف السيكو تبقى فوق اللي أربعين والدواء لازم لا يتعدى خمسة وعشر درجة ممكن الدواء مع إنه اللي اكتباريشن دي مثاله سنة 2-3 بس بيبقى مش فعال لإن التخزين سيء شكرا لك يا دكتور أحمد نشكرك ورسالة قصلت دكتور أحمد نشكرك شكرا جزيلا دكتور